والحقيقة طبعا وجود جماهير في المباراة أعتقدها تفرق جدا مع اللعيبة مش أعتقد متأكدها تفرق جدا بقى لنا كتير قوي منلعب من غير جماهير والجماهير في المدرجات حتى لو عددها مش كبير حتى لو الساعة مش كاملة بتدي إحساس وبتدي دعم وتدي تحفيز كبير قوي يعني بتحفز اللعيبة قوي أن هم يقدوا أفضل ما عندهم طبعا وأكيد اللعيبة نفسها وحشهم إحساس هتاف الجماهير في المدرجات نروح للاتحاد داوي للكرة القدم فيفا اللي أعلن عن اختيار الحكم ماريو إسكوبار لإدارة المباراة اللي هتجمع فريقي الأهلي والدحيل بكرة إن شاء الله يوم الخميس في كاس العالم للأندية ووفقا لما أعلنوا الفيفا إسكوبار هيكون حكم للساحة وهيكون معاه مواطنه بنيوي والجمايكي نيكولاس أندرسون على أن يتواجد اللبناني عبد القادر زيتوني حكما رابعا وهيتواجد برضو الكندي داريو فاشر كحكم لتقنية الفيديو المساعد وهيبقى معاه كيفين بلوم من لوكسونبورد ماريو إسكوبار هيكون واحد من نحاور كلامنا النهاردة في الحلقة نحاور نقرب حضراتكم الحكم شخصيته أهم حاجة بتميزه وده هيكون في الجزء الأخير من الحلقة خلينا روح لكهرابا الحقيقة اللي كان ليه تصريحات تكلم فيها عن أحلامه بالمشاركة طبعا في كاس عامل الأندية وأكد في تصريحات للفيفا أنه الشغل الشغل للفريق حالياً كل تركيز الفريق رايح في اتجاه أنه يتخطى عقبة اتحيل عشان يوصل لمواجهة باير ميونيخ في نصف نهائي البطولة وأنا بيتهيق لي بالنسبة لعبت الكرة أنك أنت هتواجه باير ميونيخ وبصرف النظر على نتيجة المباراة في بطولة رسمية أو في مباراة رسمية أعتقد ده حلم كبير جداً بس مش ممكن الحلم ده يتحقق على حد يعني تعبير الكهرباء إلا لما نتخطى ونفوز على فريق الدحيل عشان نتمكن طبعاً من وجهة واحد من أقوى فرق العالم وهو الباير ميونيخ اللي بيعتقد الكهرباء أنه واحد من طبعاً هو بطل أوروبا وواحد من أهم وأكثر أندية العالم شهرة وجمهرية قال كمان أنه بيركز بشكل كبير في الفترة اللي جاية وشافه كل مطشاط الدحيل وأنا متأكد يمكن حتى لما كنتم بتكلم مع أمير وقال على موضوع التشكيل أنا بيتهالي أنه أوراق الفرقتين مكشوفين بشكل كبير جداً لبعض والتشكيل بالنسبة لهنا وهنا معروف بشكل كامل ممكن يبقى فيه حاجات بسيطة جداً لكن القوام العام أو الأعظم للفريق معروف وإحنا النهاردة هنكلم حضراتكم على تشكيل الدحيل وهنتكلم على مواطن الخطورة وإيه أفضل طرق لمواجهتها ونستعرض مع حضراتكم بروفايل لأهم لعيبة الدحيل وخصوصاً زي ما أكدنا قبل كده خط هجوم واللي بيتمتع الحقيقة بلعيبة على مستوى عالي جداً